موسيقى حياكم الله يا عمار بيت القصيد وأهلا بكم إلى عدد جديد من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد مشاهدين الكرام وقال من تألم حزنا على العراق يوما خيارك بين مؤلمتين أمر جنوني يأرجحك احتراقا كدجلة والفرات هما وهلي بأن أختار إن كنت العراق وانطلاقا من جرح العراق النازف في ديمومته إلى سوريا ذات الجراح الراعفة والنازفة التي تواصل شق الأفق بحثا عن شمس لا بد قادمة من هناك نذهب حتى نتعرف إلى تجارب شعرية واعدة ومنها ضيفة هذا العدد من بيت القصيد اسمحوا لي أن أرحب بالأصالة عن نفسي وبالنيابتي عنكم مشاهدين الكرام بضيفتي هنا في الأستوديو بالشعر ريمان ياسين من سوريا أهلا وسهلا بك ريمان أهلا وسهلا بك أستاذنا وأهلا بجميع مشاهدين في الوطن العربي وخارج الوطن العربي وأوجه تحياتي إلى جمهور قناة الرافدين وإلى كادر القناة الجميلة وخالص الأمنيات لهم بالمجد والعظمة أينما حلوا وأينما توجهوا نشكرك على هذه التقدمات والتجلة الطيبة في البداية وقبل أن نذهب إلى مفتتح القصيد معك وأنا أعلم جيدا أن للعراقي حضورا خاصا في قصائد الشاعر ريمان ياسين وقبل أن نذهب إلى ما أعددت من قصائد لهذه الحلقة أود أن أسأل عن فكرة ارتباط الشاعر بالمكان وكيف يوثق هذا الارتباط بقصائده حتى يؤكد للأجيال القادمة أن الارتباط بالمكان هي مسألة وجودية لا تنازل عنها الشاعر يا سيدي مرتبط بالأرض أين كانت هذه الأرض فهو لا يشعر بانتمائه إلى مقعة جغرافية محددة بقدر ما ينتمي إلى الإنسانية إلى الأرض كمفهوم للسلام كمفهوم للحياة فالشاعر أين كان انتمائه لأي دولة من دول الوطن العربي هو ينتمي للوطن العربي بأكمله هو ينتمي للشام والعراق ومصر والجزائر والسودان ينتمي إلى هذا الجرح ينتمي إلى هذه المأساة النازفة عقدا تلوع عقد وجيلا بعد جيل ينتمي إليها ليخبر أطفاله ليخبر أولاده وأحفاده كم عانينا وكم نعاني لنعيد مجدا خلاه هل فقط ظل علينا أن نكون محكومين بفكرة أن نخبر أبناءنا وأحفادنا ومن حوالينا عن معاناتنا أم ربما يأتي يوم فنخبرهم عن الأمجاد التي صنعها أباؤه نحن نصنع أبناءنا وأحفادنا بأن نخبرهم عن أمجادنا يعني نحن نتابع طريق النضال نحن فقط نحن لا نحكي فقط نحن نحكي ونفعل نعم فالطفل يتعلم يتلقن فيحكي ويفعل بدوره وهكذا إلى أن نصل لمبتغانا وللشعر تأثيره المبتغى الذي يحاول الشعر من خلاله أن يؤثر من خلاله على جمهوره وعلى أبنائه وعلى كل من يؤمنون برسالة الشعر إلى القصيدة الافتتاحية يا ريمان وعن ماذا موضوعها تفضل؟ سنبدأ بالشعر طالما شعر هو رسالتنا وهو ديواننا وهو ما سنحكي فيه لأطفالنا أقول الشعر في الوجدان يكتتب أسطورة طاقت بها الكتب يزداد شوقي ألف أغنيتين في كل سطر منه أقترب وكأن حرفي عاشق خجل من خله يدن فيضطرب يلقي السلام عليه في حذر والشوق في الأضلاع يلتهب ما لي وللشعراء يا أبتي أبكي على أطلال من ذهبوا ما لي وللشعراء يا أبتي أبكي أبكي على أطلال من ذهبوا ما كل هذا النزف في كبدي والجرح ما قالوا وما خطبوا أو كل ما يشدون من ألم يجتاحني التاريخ والتعب في عنفوان الدهر يسجنني متنبئ نادى أيا حلب الله في عنفوان الدهر يسجنني متنبئ نادى أيا حلب وأسيرة في حزن أندلس لا يفتديه الماس والذهب يتقاذف العشاق ذاكرتي فأفيض من دمعي وأنسكب يا كل وحي الشعر يا كل وحي الشعر يا لغتي أنا طفلة وحروفي اللعب فلترضعيني في الهوى شغفا فحليب أمي ليس يحتسب علمت عشق الحرف في وطني هل بعد هذا العشق أغترب الله دعني أصوغ النبضة قافية دعني دعني أصوغ النبضة قافية أمضي وفي العلياء لأرب أمضي وعرش الشعر أمنية لا يشتريها المال والنسب حسبي بأن الروح جامحة إلهامها ما قالت العرب إلهامها ما قالت العرب وفي الدمع إلهام أحياناً يا ريمان ما بين دمعة أم عراقية ودمعة أم سورية كيف تذرف ريمان دمعتها؟ ريمان لديها حساسية للجرح أحاول أن أبعد عن الجرح لأنني إن بكيت فلن أصمت أنقى بنفسي عن تتبع يوميات الأخبار وإن كانت روحي محلقة إليها أبكي بصمت أذرف قصيداً وأحاول أن لا أبدأ ببكاء الدموع الدموع المادية لأنها إن بدأت فلن تنتهي معي دمعة امرأة أو أم عراقية فقدت وحيدها وأورثها علم العراق وحلم جيل بأكمله ما الذي تصنعه بك إنساناً قبل وجدانية الشعر؟ هذا ما كنت أردده اليوم صباحاً فقلت بيني وبين نفسي تحكي الملاحم عن أنين في العراق عن صدر أم ذاق لوعات الفراق عن صوت شعب بحه كتم الدموع عن صوت شعب بحه كتم الدموع وترقب الفجر الجديد بلا هجوع يستل سيف العزم من أمجاده ليجب أصنام الخضوع ويقول للتاريخ إن الحق باق لا تذري في دمعاً أيا أرض العراق لا تذري في دمعاً أيا أرض العراق لكنها باكية وربما استلهمت هذا البكاء من بكاء أم لا تزال صامدة هناك في حلب الشهباء أو في أحياء الغوطة التي لا تزال تدفع الثمن إلى اليوم أو في معارة النعمان التي تبكي جمراً ولهباً هذه الدموع الممتدة على خريطة الجرح الواحد كيف تفجر طاقة الشاعر؟ لا أنظر للأرض يوماً أنها تبكي نعم كما قلت لا تذري في دمعاً أيا أرض العراق أفضل أن أخاطب الأرض خطاب الأنسى الأنسى الصامدة قد تكون الأنسى ضعيفة وتبكي ولكن إن كان لديها هدف إن كانت لديها قضية وحرب قد تجدها أجمد من جميع الرجال لكنها إذا وجدت صغيرها يقتل ظلماً أمام عينها إذا وجدت صغيرتها تسألها عن أبيها الغائب منذ شهور وهو مفقود أو مغيب إذا وجدت بيتها يتهاوى حلماً فلتغضب كيف تغضب؟ فلتغضب ولا تبكي هي تبكي عندما تنتصر فلتتماسك لا وقت للإنهيار لا وقت للدموع وللبكاء إن وجدت طفلي صغيراً يتيماً وحيداً لا أستطيع أن أبكي أمامه لأنه سوف ينهار سوف يتعلم الضعف يجب أن يراني صامدة يجب أن يراني ساكتة لباكية ثائرة ثائرة غاضبة مدفوعة بالغضب مدفوعة بالمجد مدفوعة بالأسى ليحقق هدفي هل الغضب حبر قلم ريمان؟ نعم كيف ذلك؟ الغضب حبر قلم الغضب محرد محرد كبير للإنسان ليبس ألمه ليبس حزنه لينزف قصيداً لينزف أعملاً لينزف إيجابية بدلاً عن أن يذرف دموعاً هناك وقت للبكاء عندما تنتصر عندما تصل هدفك يحق لك الانهيار وذرف الدموع لأنك في القمة الحزن فاكهة البكاء لكنها فاكهة غير محببة إلا إذا جلبت علينا الفرح ومن الفرح القصيدة الجديدة تفضلي ريمان قصيدة الجديدة للعراق لبلاد الرافدين تفضلي رسالة إلى الرافدين بيني وبينك زهر اللوز والآس وظبية هربت من قيد حراس بيني وبينك عطر لو ظفرت به تفجر الورد من جلمودك القاس بيني وبينك صوت الليل مبتهل يتلو تهجده للشارد الناس ويلهم الفجر في بغداد أغنية تعلو منازلها في ظله الماسي ويلهم الفجر في بغداد أغنية تعلو تعلو منازلها في ظله الماسي بيني وبينك قلب الأم إذ فزعت بيني وبينك قلب الأم إذ فزعت في عز هدأتها من صوت وسواسي والسارعة تحضن الأسماء داعية رباه فارأف بهم وارأف بإحساسي رباه فارأف بهم وارأف بإحساسي الله بيني وبينك ألحان مؤجلة ووقع أهزوجة ضجت بأعراسي توصي جنين الهوى أن يرتوي شغفا توصي جنين الهوى أن يرتوي شغفا من أرض مولده في قدس أقداسي الله جميل بيني وبينك أحلام مشرعة على مراكب جيش مترف الباسي بيني وبينك أحلام مشرعة على مراكب جيش مترف الباسي يشق صف الرزايا شاهرا أملا وبيرقا قد سمى تاجا على الراسي الله يا قبلة المجد يا قبلة المجد إن نادى مؤذنها يممت شطر العلا في آل عباسي يا قبلة لا تغرق الحلم يا عراق به دوامة جمعت من كل أجناسي تلملم القمح من أفواه غاصبها تلملم القمح من أفواه غاصبها وتنضج الخبز في نيران أنفاسي وتطعم الطفل أقدارا مشرفة من الشهادة دون الأرض والناس وتطعم الطفل أقدارا مشرفة من الشهادة دون الأرض والناس الله جميل هذا المعنى بيني وبين عراقي ما أراه مدى من القصائد لا تحوى بقرطاصي طبعت وجهي على صفحات دجلته حتى أطير لشتلات وأغراسي هي القصيدة هي القصيدة تحكي كم أهيم به خير إذا أنشدت من كل مقياسي هي القصيدة تحكي كم أهيم به خيرا إذا أنشدت من كل مقياسي من كل مقياسي ومقياس هذا الجمال وهذا الانتماء إلى الجرح النازف في العراق يثبت أن الشام والعراق حلم واحد وأمل متجذر لا يمكن أن ينتهي إلا بفتح بوابة الخلاص ريمان ما السبيل إلى استرداد الشمس الغائبة منذ سنوات؟ ماذا نحتاج؟ لو علم أحد ماذا نحتاج لسترددنا هذه الشمس منذ سنوات نحن نخمن نجرب وما زال الفشل حليفنا هل نسينا شيئا مثلا باعتقادك؟ بالتأكيد مثل ماذا؟ أخبرتك لو علمت لم تجدنا هذا لماذا وصفت المدة وطولها بالفشل؟ لماذا لا تكون خطوات متراكمة قد تؤدي إلى نصر مرتقب؟ كسبنا جولات، هذا مؤكد، وخسرنا جولات أخرى، ولكن من يفوز في النهاية هو من يربح الحل كسبنا جولات وخسرنا جولات مثلما تفضلت، ولكن الشعب أبقى من حاكمه ومن كل طاغية وديكتاتور طبعا، الشعب يتوالد، الشعب يبس أحلامه، آلامه، يبس تاريخه في أطفاله كما تكلمنا ليصل يوماً ما إلى بزوغ فجر حريته، فجر سعادته قد لا تكون استرداداً لمجد أقدمين، فالأقدمين عاشوا مجدهم وفق ميزانهم، وفق معطياتهم، مقوماتهم، إمكانياتهم ربما كان مجدنا مختلفاً، ربما كان مصيرنا متعلقاً بشيء لم يكن لديهم وهذا ما يجعلنا في ضياء، ربما لأننا نحاول أن نكون مثلهم لنحظى بمجدهم ربما لنا مجدنا الخاص، ويجب أن نبحث عن معادلتنا الخاصة لنصل إلى ما نريد حتماً سنبلغ ما نريد بالإصرار وبالعزيمة وهذا أكيد الآن سنتابعنا وأنت وأسادة المشاهدون قصيدة لأحد الشعراء ومن ثم نعود للاستماع إلى جديد ريمان وشاهدنا الكرام نخرج الآن إلى فقرة قصيدة للوطن ومن ثم لنا عودة، لا تذهبوا بعيداً، ابقوا معنا عنا وعن بغداد كتبنا عن الغيم الذي لم يعد لنا صديقاً وعشب الأبجدية يابسوا وعن مدن غنت لمجد طغاتها وعن مدن غنت لمجد طغاتها وللصيف أضغان بها وعن مدن غنت لمجد طغاتها وللصيف أضغان بها ودسائسه عن الليل ينسى ساكنيه بلا ضحاً لتغتابهم تلك النجوم العوانس وعن قمر جاء اللصوص لنهبه وليس له في آخر الليل حارس كتبنا عن الغيم الذي لم يعد لنا صديقاً وعشب الأبجدية يابسوا وعن مدن غنت لمجد طغاتها وللصيف أضغان بها ودسائسه عن الليل ينسى ساكنيه بلا ضحاً لتغتابهم تلك النجوم العوانس وعن قمر جاء اللصوص لنهبه وليس له في آخر الليل حارسه وعن مركب نوتيه لم يحبه وعن مركب نوتيه لم يحبه بظلمة بحر موجه متشارسه كتبنا طويلاً عن خيول ستختفي أحبت ولم يحفظ لها الحب سائسه بها عطش للأفق مذكان موعداً وما غير مجد الريح كانت تمارسه تُوثِّق أسرار البراري بِدِكَّةٍ وتنسى بلادًا فجرها متقاعس كتبنا عن الأشجار ترحل فجأةً وتُغلَق فيها للطيور مدارس عن الزمن المكسور تحت جلودنا عن الزمن المكسور تحت جلودنا عن الزمن المكسور تحت جلودنا ومأتم نهرٍ فيه تبكي النوارس عن السيِّد الأمس المُقيم بقربنا ووحل تواريخٍ به الأُفق غاطس وعالليل بغداد وعالليل بغداد الذي لم نجد له شبيهاً ولم يحدِس هداياه حادس وعالليل بغداد الذي لم نجد له شبيهاً ولم يحدِس هداياه حادس وصبح مروجٍ تستفيق مشيرةً إلى فرسٍ يشكو لها العشق فارس وَبَغْدَادُ مِلْءَ الْحُلْمِ أَجْمَلُ طُفْلَةٍ تزيدُ جَمَالًا فِيهِ حِينَ تُشَاكِسُ حالكم الله أعزائنا المشاهدين مجدداً نرحب بكم ولمن التحق بنا في هذه اللحظات نذكركم بضيفة هذا العدد من برنامجكم الثقافي لأسبوع بيت القصيدة الشاعراء السورية ريمان ياسين مجدداً يا ريمان نذهب إلى الشاعر مباشرة ماذا ستقرأين الآن؟ سأقرأ للشهيد إلى الشهيد إذن للشهيد في كل الوطن للشهيد بغض النظر عن انتمائه للشهيد الذي هو معلماً ورسول وهو عنوان القصيدة تفضل يا سائرين لدفنه تعجيلاً لا ضير لو أخرتموه قليلاً يا سائرين لدفنه تعجيلاً لا ضير لو أخرتموه قليلاً رفقاً بأعيننا رفقاً بأعيننا التي قد شيعته إلى الثرى في نعشه محمولاً رفقاً إذا ما غاب عنها لن تطيق إلى سواه من الورى تحويلاً مهلاً على الجسد المسجى بين أذرع عاشقيه مبجلاً وجليلاً مهلاً على الجسد الذي طلب الشهادة صادقاً ومرتلاً ترتيله خلوه فهو المجد خلوه فهو المجد في عليائه شمس تنير إلى الجنان سبيلاً خلوه كي يسعى إلى استقباله حشد من الملك الكرام قبيلاً خلوه كي يسعى إلى استقباله حشد من الملك الكرام قبيلاً فهو الذي شق العدو صموده وسوجوده متبتلاً تبتيلاً وهو وهو الذي ما خان قرآن النضال وشرع التلمود والتأويل ومضى يصون العهد ومضى يصون العهد يشهر صدقه سيفاً على مكر العدى مسلولاً فاليوم يلقى ربه مستبشراً بوعيده لا يظلمون فتيلاً لا يظلمون فتيلاً حياً ويرزق عنده فرحاً بما آتاه من فضل وطاب وصولاً جميل علوا زغاريد الزفاف علوا زغاريد الزفاف شهيدنا من ثلة ما بدلوا تبديلاً يَا ذَا التُرَابِ بُعَيْدَ ضَمِّ رُفَاتِهِ قل للبسيطة إن فيك نبيلا يا ذا التراب بعيد ضم رفاته قل للبسيطة إن فيك نبيلا قل إن فيك كريم خلق سيدا في عهده كان الكرام قليلا في عهده كان الكرام قليلا ستردد الأرض الجريحة ذكره جيلا يخبر بعد جيل جيلا يا زائرا أرض الشآم يا زائرا أرض العراق وكلها قبر الشهيد أما اتخذت دليلا الله امشي الهوينة فوق عشب طاهر قد كان من عشق العلا مغزولة الشمس قنديل السماء الشمس قنديل السماء وأرضنا في كل قبر تستلي قنديلا وشامنا في كل قبر تستلي قنديلا عراقنا في كل قبر يستلي قنديلا يا الله والنصر تأويل الشهيد إذا أتى فوق الأكف معلما ورسولا الله جميل جميل جدا نحسنتي يا ريمان لا فضافو كذا أردنا أن نتحدث الآن عن الشهيد بالصورة الخاصة المستقرة في وجدان الشاعر ريمان ياسين ماذا يعني لك الشهيد؟ الشهيد بالنسبة لي يعني بداية فلسطين والقدس كنا صغارا ربما كان وضع أمتنا العربية أفضل من وضعها الآن كبرنا رضانا قضية القدس المحتلة وفلسطين والجولان المحتل بدأنا نتجرع شهداء القدس نحفظ حكاياتهم أسماءهم أذكر عندما قتل الطفل محمد الدرة ووارده ربما خضعت لعلاج من الاكتئاب يا الله وللأسف بدأ مفهوم الشهيد يتسع وبدأ وطننا ينزف ويومها محمد قتل ووالده أصيب ولا يزال والده حيا لكن بعد هذا الجرح الفلسطيني في بلادنا العربية أكثر من فلسطين جريحة حاليا أتكلم عن حياتي عن الجرح الذي رأيته وأنا أكبر ثم الاجتياح الأمريكي للعراق كنا في الثانوية خرجنا في المظاهرات للتنديد بالغزو الأمريكي للعراق كنا في الجامعة عندما سقطت بغداد كانت أياما عصيبة واتسع مفهوم الشهيد ذكريات قاتمة مظلمة معتمة لا يمكن أن تنسى أو أن تمحي من الوجدان إلا إذا حلت محلها ذكريات مؤشوشبة بالفرح بالأمل بشمس الحرية التي يقصدها كل الأحرار في مختلف أوطاننا العربية لابد أن نتوقف الآن أنا وأنت والسادة المشاهدون عند فاصل قصير بعده نعود لاستكمال ما تبقى من هذه الحلقة الجميلة جدا بمعيتك ريمان ما رأيك؟ أهلا وسهلا مشاهدين الكرام إذن نخرج الآن وإياكم إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل ابقوا معنا اشتركوا في القناة حياكم الله أعزائنا المشاهدين مجددا نرحب بكم في هذا العدد المتميز من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد رفقة الشاعراء السورية ريمان ياسين ريمان من جديد حينما نريد أن نتحدث الآن عن تجربة النزوح اللجوء الغربة في ظل فصل الشتاء وهذا البرد القارس الذي يعانيه عشرات آلاف النازحين ما هي الفكرة التي تسيطر عادة على ذهنك وقلبك كلما تساقطت زخات المطر وتأملت صورة اللاجئين من بعيد رأيت مرة لاجئا كبيرا في السن فقلت فيه رجل شبيه الحزن في إطلالته عجبا لدهر كامن بوسامته في السنديان حكاية ووصية لشموخه ورسوخه وصلابته لما تأخر كالشتاء رحيله لف المنايا فوق ثلج عباءته واقتات من دفء العيون عزيمة لتشع ألوان الرضا من هالته كالبحر قد يرغي ويزبد تارة وبتارة أخرى يعود لحالته متكسر الأمواج عند شواطئ الرمق الأخير لكبرياء كرامته هناك أسطورة قديمة تقول إن الشمس تكتسب حرارتها ودفءها من الدموع الحارة التي نزفها كل مظلوم فوق ظهري هذه البسيطة لنتحدث الآن عن التجربة الذاتية الخاصة بمرارة النزوح حينما نتحدث عن معاناة آلاف السوريين في هذه الأيام وما يسيطر على وجدان الشاعرة والإنسان أيضا يمموا كل أرض وسدت دونهم كل الأبواب ضمتهم أرضا وسماء يا الله وخذلهم الجميع الجميع بلا استثناء لا يوجد استثناءات في هذه الفكرة أكيد يوجد استثناءات ولكن عندما تقارن بين من خزل ومن ضم وآوى ووالى فإن مشهد خذلان يطغى ويرجع تماما تكاد النسبة تكون ضئيلة جدا نعم طيب العودة إلى الشهيد ما رأيك أن نعود قليلا إلى الشهيد ونحاول أن نكشف عن سر ما القصيدة التي ألقيتها قبل قليل عن الشهيد بمن كتبتها وما هي مناسبتها وكيف تركت أثرا فيك كنت أتابع تأبين أحد الشهداء من هو جميع الشهداء لن أذكر اسمها لأنها استحضرت في مخيلتي جميع الشهداء جميع لا تريدين أن تخصصيها حتى لا تضيق التجربة والفكرة تماما تقصدين بها مختلفة الشهداء تماما ربما شهيد معين هو من حرك الحالة في نفسي وجعلني أكتب هذه الأبيعات ولكن كانت تتدارك في ذاكرتي جميع الحفلات التأبين تبكين الشهداء أحيانا أبكيهم حبرا أبكيهم شعرا لأني أخبرتك أنا إن بدأت بالبكاء فلن أستطيع التوقف وأنا بحاجة لنفسي بحاجة لتماسكي وإن بدأت الشعر فنحن لن نستطيع التوقف عن هذه السعادة الحاضرة أكيد في ملامح مشاهدين الذين يتابعوننا الآن إلى قصيدة جديدة يا ريمان ونكف النقاش قليلا فيما تعلق بالموضوعات الجانبية ماذا ستقرأين علينا الآن؟ سأقرأ قصيدة كانت حوارا بيني وبين نفسي في المحاولة للإجابة لماذا نحن الآن على ما نحن عليه نعم فكان عنوانها جلسة لإسقاط الأقنعة تفضلي رفقا بنا يا أيها الداعي أخطأت بين الذئب والراعي لا تشمل الفقهاء معذرة في اللبس بين الرأس والقاعي لكنما التضليل محترف سلب العقول لنيل أطماعي في الغاب ذئب الزيف مشتمل بعباءتي الراعي لإقناعي وسفيه ذاك الحي توجه ملكا على أنصاف أرباعي والبعض يفتي فيه مفترضا أن الرعاة ضروب أنواعي فكأنه التلميذ مضطربا ما بين أنصاف وأرباعي إن قال تهويما فلا حرجا كالطبل شذ ببعض إيقاعي فيكيل حمل القمح في قدم ويقيص طول الدرب بالصاعي يتساءل الماضون عن غدهم حتى ما نسلك درب أو جاعي هل عيبنا الأهواء تفرقنا ما بين محتال وطماعي أم أن كل العيب في فئة ترضى بذل لفظة الماعي أم أن كل العيب في فئة ترضى بذل لفظة الماعي رفقا بنا يا أيها الداعي أخطأت بين الميت والناعي يا الله قاسي هذا البيت رفقا بنا يا أيها الداعي أخطأت بين الميت والناعي رفقا بنا والأرض من دمنا فاضت بأطراف وأسقاعي يعلو نحيب الأم صامتة يصل القلوب بملء أسماعي وتموت كالأشجار واقفة كالقلب يفنى بين أضلاعي ملعونة حرب ملعونة حرب تؤججها فتن تضل الناصح الواعي يا الله من هول ما تبديه في عجب خلت القيامة وعد إسراعي ليت المسيح هنا لينقذنا إذ ما سعى لضميرنا ساعي ما أهلكتنا الحرب يا وطني ما أهلكتنا الحرب يا وطني بل فرقة تمت بإجماعي ما أرهقتنا الحرب يا وطني بل فرقة تمت بإجماعي يا الله لا أعلم ماذا أقول في نهاية هذا الحزن لا أعلم لماذا جعلت مختتم القصيدة فيه من الألم والارتكاء على حقيقة الواقع ما فيه كنت أتمنى لو أنك ذهبت إلى شيء من الأمل حتى وإن كان أملا مصنوعا دعينا قليلا دعينا قليلا في قدم القدم هي واحدة لقياس المسافة تمام وصعه واحدة لقياس أعيد البيت كامل فيكيل حمل القمح في قدم ويقيس طول الدرب بالصاع لماذا هذه الإنعكاس؟ لأنه مضلل لأنه يقول تهويما لأنه يشوز بإيقاعه لأنه مضطرب لأنه لا يملك الحكم الصحيح على الأشياء فيستعمل واحدات مخالفة لقياس أشياء ليست من جنسها هكذا ربما تقودينه وتلزمينه وتجبرينه على إسقاط أقنعته قد من هذه الأقنعة التي سعت الشاعر إلى إسقاطها عنوين لهذه الأقنعة سريعة؟ أهمها قناء فساد الدعاة يا الله وهو ما قصدته عندما قلت رفقا بنا يا أيها الداعي أخطأت بين الزب والراعي حينما يركن إلى الدنيا يركن إلى السلطان ويبتعد عن رسالته قد يكون فساد الدعاة هو السوس الذي ينخر في بنيان أمتنا لأن الداعي متبع والداعي يملك سلطة القول سلطة التأثير على الجموع فإن كان قد يكون مضللا لا شك أن كثيرين يؤيدونك قد يكون الداعي نفسه مضللا ولا يتعمد هذا التضليل قد يكون مخدوعا وقد يكون خالعا وفي النهاية الأمر سيان النتيجة تنعكس على أتباعي نعم خمس كلمات سأطرحها عليك الآن لا أريد تعريفها أو دلالتها الشائعة بين العوام وإنما أريد دلالتها الخاصة بريمان وكيف تنظر إليها اتفقنا على ذلك اتفقنا ما رأيك؟ تفضل فكرة الحنين إلى مكان ما؟ وهو ليس حنينا وإنما؟ هناك في منزلك هناك في سوريا فتكتشفين أنك في مكان آخر لا في الحقيقة هو ليس فقط ما بين النوم واليقظة هو حتى في عز اليقظة أحاول أن أسرق ساعات لحظات أغمد عيناي وأتخيل الأصوات هي أصوات منبعثة من حي القديم الحي القديم قد منزلي في دمشق موجود والحمد لله ولكن كان لنا منزل قديم في الطفولة في حي قد دمر بالكامل يا الله أبيضة لم يعد على الخارطة أبيضة تماما عشت في ذلك المكان عشرين سنة من عمري يؤلم أن لو المكان الذي تعشقه موجود لك أمل بالعودة يوما ولكن عندما تعلم أنه قد محي فلن تستطيع أن تزوره سوى في خيالك ما رأيك أن نخدر هذا الحزن أو أن نتجاوزه ونتجنبه قليلا ونذهب إلى شيء من الأمل إلى قصيدة جديدة الآن إذا أحببت ولك حرية أن تختاريها كيفما أشئت ولكن لعلها تكون خالية من الحزن والآلام سأطير على جناح الضاد قصيدة عن العربية سأتكلم عن لغتي تفضلي إني الشهيرة تحت طهر لثان لغتي بمعترك الحياة حسان أتهجأ الوحي الذي تستله روحي الوليدة من رحى الإلهام حلقت في رحب الحروف حلقت في رحب الحروف على جناح الضاد نحو مواسم الأحلام وهطلت في كرم اللغات ليرتوي العنقود عشقا من سلاف مدام فغف البيان على ضفاف عبارتي وانساب سحر إذ نظمت كلامي جميل في غربتي أهفو لصدر قصيدتي فتضم عجزي ضمة الأيتام وأصير في أحضانها كمليحة تختال حسنا في رياض الشام أسكنتها كل الشعاب بخافقي فغدت ضجيجا في نقي عظامي قف حين تتلى قف حين تتلى منصطا لجلالها واسجد بمحراب الجمال السام الله ما خصها الوحي العظيم بلفظه لو لم تكن دررا من الأحكام نادى بها الملك الكريم محمد اقرأ اقرأ بإسم الله في الأقوام صلى الله عليه وسلم اقرأ رسولي حرفها مستفتحة يدعو عباد الله للإسلام الله الله ألف ولام ممراء طاؤها حاميم ياسين وزد بتمامي هي قبلة الشعراء هي قبلة الشعراء تبرا طرزت عشرا معلقة ببيت حرام حجت لها الأجيال حجت لها الأجيال ترجو جرعة من زمزم العظماء تروي الضامي دؤلي دؤلي سيبعويه ثم الجوهري ولابن جني والخليل سلامي ما جميل هذا تسلسل صلت لغات العالمين جماعة صلت لغات العالمين جماعة عربية وقفت بها كإمامي جمعت بلاغتنا إلى إيجازنا أعطت مقالاً عند كل مقامي فلها الهوى فلها الهوى عشق ووجد صبوة شغفي وكل الشوق رهن غرامي إني متيم كل حرف نابض أنا هائم ومفاخر بهيان الله لم يكن عجز البيت سيكون أجمل لو قلت فوق كل مقامي لا عند كل مقامي أنقصدت بالمقام التعبد وحالة الخشوع أمام نورانية وجمالية هذه اللغة قصدت المثل القائل لكل مقام مقائل أعطت مقالاً عند كل مقام جميل هذه التخريجة الذكية جداً الآن رسائل سريعة من ريمان الوداية للوطن العربي السيالة جراحه إلى الوطن العربي أقول له عشقت البدرة في حضن الليالي ولم أوقد لصرح في المعالي وحسبي من تمام الحسن نور يظللني بأشواق ثقالي ألا يا كامل الأوصاف بعداً لكي تبقى مليحاً في خيالي فليس البدر إلا بعض صخرين كعرجون يميل إلى اعتدالي نتمنى أن يكون هذا الميل الحسن حاضراً دائماً بشكل إيجابي بقصائد الكثير من الشعراء الذي نريد منهم أن يهتموا أكثر بقضايا أوطانهم والقضايا المصرية الإنسانية التي يجتمع حولها الكثير من الناس في شتى أقطاب المعمورة إذا أردنا الآن أن نتحدث بطريقة مشابهة ولكن هذه المرة عن سوريا فما هي رسالة ريمان إلى سوريا شعراً إن وجد وإن شاءت نثراً زمان الوصل أين الآن مني يبيع إلي ذكرى بالتمني يكايدني بلحظات مراضة تنازع في الهوى عنها وعني كأن الحب نبع غاض فينا ففاض الدمع رقراقاً يغني بصوت ابن الملوح حين نادى ألست وعدتني يا قلب أني؟ بصوت ابن الملوح حين نادى ألست وعدتني يا قلب أني؟ يا قلب أني وهذا الأنين المستمر وهذه الشكوى التي تبقى بين علامتي تنصيص وتترك للمستمع أن يضيف أي حزن أي أمل أي ألم أي نهاية يريدها كل حسب ما ينقصه ويشتهي أن يتحقق قبل أن نختم لك أن تختم بطريقة مختلفة هذه المرة نريد أن تختمي بفقرة شعرية محببة إلى ريمان بشكل خاص على تنوع وتعدد الموضوعات لك أن تنتقي الموضوع الذي تحبينه بفقرة شعرية قصيرة تكون مسكاً للختام سأقول علامة رفع للشعراء تفضي فليلز بالموت من رام السكوت نحن أبناء القوافي لا نموت نحن من نبني قصيداً شاهقاً نسكن الأبيات منه للبيوت كل بيت ما خلى أشعارنا واهن في شرع بيت العنكبوت يالله كل بيت ما خلى أشعارنا واهن في شرع بيت العنكبوت جميل أيها التاريخ سجل شعرنا موعداً للمجد حتماً لن يفوت يلهم الأجيال بوحاً خالداً نوره طول المدى يأبل خفوت فيه نجني ما حوت أفكارنا من مجاز من وصوف من نعوت نعصر المعنى بصبر علنا نملأ القنديل من أصف الزيوت كي يضاء الشعر من أسطورة زودتها بالحكاية عشتروت الله تنقذ الألحان من نسيانها تخرج الأوتار من ذل الصموت تفتح الأصداف حتى ينجلي لؤلؤ الشعر الذي مل البهوت مثل مسك في غزال شارد أو كخاف عن برن في جوف حوت نحن للأيام فعل حاضر معرب في حال رفع بالثبوت معرب في حال رفع بالثبوت وهذا الثبوت تستحقينه كما يستحقه كل شعر حر منافح مكافح في سبيل قضيته وإنسانيته العادلة شعراتنا ريمان ياسين من سوريا للأسف انقضى الوقت سريعا رفقتك وأتمنى على الحياة والأيام أن تكون كريمة من قدر الذي يتيح لنا تكرار مثل هذا اللقاء الجميل مرة أخرى للشرف والفخر بأنني كنت ضيفتك اليوم وضيفة قناة الرافدين الحبيبة نحن أكثر سعادة بتشريفك شكرا جزيلا يا ريمان شاهدين الكرام بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختم كل ما لدينا في عدد هذا اليوم الذي يطيب بكم دائما في الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم وحلقة جديدة من بيت القصيد رفقة شعر آخر وحتى ذلك الحين والموعد لكم مني أطيب التمنيات والسلام عليكم ورحمة الله إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر